السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد المدهوم من قناة ليرنينج الشرد الحمد بتلكم اليوم الكلمات المستخدمة في منهج للصف طبعا هو حق مرحلة متوسطة والصف الثاني المتوسط طبعا مفردة هذه اللي تشوفونا هذه جميعها كلها ارشادات او كل مفردة هذه تستخدم في الاسئلة حوالي مية هذه المفردات تستخدم في مسبة تسعين بالمية او مية في المية مية في المية من الاسئلة الى موجود في هذا المنهج فمتوقف فهم اسئلة او اجابة على هذه الاسئلة متوقف على فهم هذه المفردات لان لو فهمت الصار راح تفهم جاوب عليه فانا ما هشرح كثير انا هتم بها اذكر كلمات كلها بالكامل في فيديو واحد وعشان ما اطول عليكم نبدأ معاكم ارشادات اول شيء يعني التعليمات ارشادات اغري اغري وافق او يوافق حيث انه وافق تجسد او تحل يعني تكون معنى الماضي البسيط المعنى الماضي البسيط اللي هي اغريد اما يوافق كويسة يوافق اما البعدها انسر انسر اجب تحقق من تشوز تشوز اختر لاحظوا انه هذا الماضي حقها اختار اعفوا ان الشوز الماضي حقها شاذ مجرد بس تكون واحدة او وبس يحذف واحدة من ال او تصبح الى صغة الماضي يصير شوز فتصير انها فعل شاذ وفعل الشاذ هذا ما له اي قاعدة اذا شوز معناها اختر complete complete اكمل اكمل اشطب طبعا لو شن out من cross يتحول cross الى معانين مثل اخر اخروين cross لها عادة معاني مثلا cross ممكن صليب اسم او cross يعبر الطريق cross the road يعبر الطريق اما cross out ما له الا معنى واحد اشطب اشطب على شيء مثلا كتبته اشطب عليه انه خطأ explain explain اشرح او يشرح find اوجد وبعد هذا الكلمه هذا الفعل يعتبر فعل شاذ الماضي منه والتصريف الثالث هو كلمة واحدة found found اما بالنسبة ل choose 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 كلمة تعلم تعلم على او تعلم شيء بحاجة او بلون او او تعلم مكان بوضع مثلا قطعة نقدية او بوضع علبة او بوضع لوحة المهم انك تعلم هذا المكان بشيء هذا المعنى في السياق ثاني اما في هذا السياق بالنسبة لهذا المنهج ليبلضع كلمة مناسبة معناها mark علم على او ممكن تجي mark درجة mark درجات درجات ليه مثلا i make high grades طلعت عندي او كون درجات عاليه في الاختبار مثلا match match طابق اما اذا كان match مشعر غير طابق هيكون لو معنيين match مباراة وفيه ماتش يعني يعود كبريت وماتشز اعواد كبريت اما ماتش فهي كلمة مختلفة اطلاقا اللي هي م يو سي اتش هذيك تعتبر كثير لغير المعدود وتستخدم لكمية وليس للعدد اه نمبر نمبر ضع الرقم الصحيح اوردر اوردر رتب وهذه الكلمة بيجيك تجيب في هذا المنهج بمعنى put these sentences or put these words in the correct order يعني ضع الكلمات هذه في الترتيب الصحيح هذا السؤال متكرر جدا في هذا المنهج اشتركوا في الترتيب الصحيح 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 اشتركوا في الترتيب الصحيح